يقول قائل أن لا مبرر للغلاء في كل القطاعات خصوصاً إن كان مدخول القطاع مبني على جهود اليد العاملة انتقادات كثيرة يتعرضون لها أصحاب المصابغ إذ يعتبرون أن هذه المهنة واحدة من المهن التي يعتمد فيها على اليد العاملة فهل ذلك صحيحاً؟ حيث سعر كثيراً من المحكومة علينا أن ندفع دولار وندفع كل شيء على دولار صحيحاً صحيحاً، صحيحاً نسعر بطريقة فقط لأننا نستطيع فتحين يعني أنا بشكل عام كنت أخذ على القطاع 3,000 الآن بعد كل هذه الغلاء أخذ 5,000 يعني زدنا 2,000 ليرة والذي زدنا هو عبارة عن أنه حطينا حق التعليق وحق كيس النيلون الآن إذا أعطت الكهرباء تكلفنا القطاع تنفطرت بين تعليق ونيلون 2,000 ودواء غسيل، وعجار محل، وكهرباء، واشتراك، ومواصفين فإذا دولة الموالد لا يطلع لك شيء أبداً فتصل إلى مرحلة تتمنى تقول يا رب الله ما يبعت لي شغلة كثيراً كلما كتر الشغل كلما كتر المصروف فتصل إلى مرحلة أنه أنا ميشي عم بربح قليل أو أحصم أخصر أكثر الكهرباء ما عم تأتي وإذا كان مشترك بالكهرباء أنجأ يأخذ 5 أمبار 5 أمبار لا تدوره لغسال ولا تدوره مكوية يعني في أزمة حتى بالبيوت الأزمة موجودة وموجودة ألا في ناس عم تستفيد نورها القصة أنه كان مصبغة أنه ما بيقدر واحد يخلص يتيبه بالبيت بس كمان عندها كان بالأول كان عنده سرنكية هي بتكويله بتغسله كان كهرباء عم تجي كان ما في داعي يودي على المصبغة ألا أسعار في كل القطاعات عموماً إلى ارتفاع المستمر مع اشتداد الأزمة فهل ستعود بعض صيدات المنازل للغسيل والكي بأيديهن بغية التوفير والتخلي عن الرفاهية التي اعتدنا عليها غسان فران صوت بيروت انترناشنل